قتل ما لا يقل عن 11 شخصا في هجمات روسية في جميع أنحاء شرق أوكرانيا بينما قام رجال الأنقاذ في مدينة دينيبرو بالتنقيب بين الأنقاذ بعد أن دمر هجوم بناية سكنية من 9 طوابق مؤسفر عن مقتل شخص واحد وجاءت الهجمات في الوقت الذي تواصلوا فيه روسيا التمدد والسيطرة على أراضي على حساب القوات الأوكرانية في عدة مناطق على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1000 كم وقد كثفت موسكو غاراتها الجوية في محاولة لاستنزاف موارد أوكرانيا وغالبا ما تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى وقال الرئيس الأوكراني بلوديمير زيلينيسكي أن سبعة أشخاص قتلوا في ضربات صاروخية على بلدة بلنياستيك خارج مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا وكرر زيلينيسكي نداءه للحلفاء لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى والدفاعات الجوية المعززة لوقف ما وصفه بالهجمات اليومية على بلاده ترجمة نانسي قنقر